مرحبا بكم في مباشرين جديد من طار بيضاء في هذا العثناء على مستوى وسط المدينة وبالضبط بإشارة محمد الخاميس وقعت واحد الحادثة تسير خطيرة واحد سائق دير دراجة نارية صدم شخص كان على متن سيارة خفيفة بيضاء ولاد بالفرار الشخص صراح مصاب إصابة خطيرة على مستوى الرأس والأرجل وفي هذا العثناء في انتظار وصول سيارة الإسعاف نتمنى أن يتم إيقاف سائق دير السيارة اللي هرب ومساعدة في الوصول إلى سائق السيارة المتهور اللي تسبب في هذه الحادثة تسير خطيرة سيارة من نوع سيطر وين بيضاء مكسر الواقع الأمامي الشخص سيارة موسين وبدأ نظارات طيبية صدم هذا السيد يقدر لقدر الله يتوفى نتمنى ولن نتمنى ذلك ولكن كان يوقف الحواديث تقع ولكن الفرار إلا عندك تأمين وديع باش تسيد ما يضعش مهم رأة في انتظار وصول سيارة الإسعاف راح له عناصر الأمن بمكان الحادث نتمنى أن يتم إيقاف صاحب هاد السيارة اللي صدم هاد الشخص واصابه إصابات خطيرة كيف قلنا على مستوى الأرجل ورأس نظرا لخطورة الإصابة حاولنا أننا نبعد شيء الماء على الشخص المصاب هذا الشخص المصاب يتم إيقاف هاد السائق لأنه كيف يقولوا الشهودعين نمكان كله مزود بكاميرات ديال المراقبة المترجم للقناة المصاب على مستوى الأجل والرأس اللي نتمنونه الشفاء ونتمنونه إصابة دياله ما تكونش خطيرة نأتي على نهاية هذا المباشر طبعا تفاصيل أكثر تجدونها بالصوتي والصورة على قناة شوف ديفي إلى ذلك الحين نسودعكم الله والسلام عليكم